أتشرف حقيقة تنبي هذه الزيارة الرسمية لمعالي رئيس منس النواب المصري معالي السيد حنفي الجبالي وكما تشرفت على هامش هذه الزيارة بالالتقاء بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس ناقلا له رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي الأهد الشيخ مشعل أحمد الصباح حفظه الله تجسد عمق وخصوصية العلاقة التاريخية بين الكويت ومصر وتؤكد على استمرار هذه العلاقة الخاصة ودعم الكويت لمصر في كافة المجالات وفي كافة الغضايا منها غضية المياه وغيرها من الغضايا الحالية تؤكد الكويت قيادة وحكومة وشعب وبرلمان على وقوفها بجانب الشقيقة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها مصر الشقيقة لا يخفى الجميع هي القلب النابض للعالم العربي ومتى ما تعافت مصر تعافة العالم العربي بها جمعة لذلك الكويت والكثير من الدول العربية تؤمن بهذه الحقيقة وتطبقها على أرض الواقع على صعيد العلاقات البرلمانية كانت هناك مباحثات مهمة ومثمرة مع معالي الرئيس حنفية الجبالي تمخضت عن الاتفاق على التنسيق في كافة المحافل الأقليمية والدولية للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعربي وأيضا التي تواجه مصر والكويت وأنا حقيقة أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس النواب المصري على حفاوة الاستقبال وعلى هذا التقدير وعلى التعاون والتنسيق في كافة المجالات متمنيا للشقيقة مصر على كافة المستويات قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا كل التوفيق إن شاء الله والسداد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وقدرنا أن نكون في هذه المناصب في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن نكون على مستوى طموحات الشعبين المصري والكويتي وأن نحقق إن شاء الله الأهداف المرجوة أشكرك مرة أخرى معالي الرئيس وأشكر الأخوة في مصر وأكد على عمق العلاقة الخاصة ونشكرهم على الاعتناء بكل الكويتين الموجودين في مصر سواء كانوا طلبة أو غيرهم وأيضا نؤكد على الدور الهام للأخوة في الجالية المصرية في الكويت شكرا مرة أخرى معالي الرئيس وإن شاء الله نوفق في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى واقع عملي ملموس